بسم الله الرحمن الرحيم سن الثناية وفيها تلبكار بهذه الانطلاق المميزة لنشاهد الشعارات الحاضرة والمتواجدة لما يضم هذا الشوت ما يقارب 30 اسم مشارك حاضر معنا بهذه الانطلاق وبهذه المسيرة المميزة بعدما نهني ونبارك لمالك طواية عبد الله بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري من أهدى السلامة مع طوابة لأبناء الغربية في البترة الصباحية مع منافسات الشوط الأول الرئيسي وكذلك حضر الشهين في أشواط الثناية القعداء لخميز بن محمد بن بارك الأخيري وأيضا أهدى أبناء دولة الإمارات هذا النموس المميز الصباحي الجميل مع أيضا شوطنا الرئيسي لنتابع معكم هذه الانطلاقة لنشاهد المراكز الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة أول المراكز التقدم من هملولة لمحمد بن سالم بالعود بالعامري على أول المراكز ومع المقدم المركز الثاني وتابع شعار طوابة على المركز الثاني بانطلاقة غسطرة لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على الثاني التحديات المركز الثالث التواجد من سرابة عبد العزيز بن صالب العزيز بن شنان المري قادم بشعار على الثالث التحديات رابع المراكز أتابع معكم الوثفة سعيد بالحثة بالخزع العامري يتابع أيضا انطلاقة الوثفة على المركز الرابع المركز الخامس وختام ندائنا الأول نتابع انطلاقة شعار بن نايفة مع انطلاقة هوائل ونواب بن عبدالعدي بن ترحيب بن نايفة الشوان يقدم لنا شعار مع المركز الخامس هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط لنعود بحضراتكم إلى أول المراكز لنتابع معكم انطلاقة هملولة السلالة الهملولية التي تجري بعروق هملولة مع المركز الأول ومع الصدارة محمد بن سالب العود العامري يقدم لنا شعار على المركز الأول المركز الثاني التواجد من غسطرة غسطرة على المركز الثاني تحمل شعار المنصوري ناصر بن حمد بن زايد بن خلفان المنصوري أبناء الغربية وتابعون أيضا انطلاق الثاني التحديات المركز الثالث التواجد من سرابة اللي بدأت تتسرب وتقترب من المركز زايد الأول والثاني بشعار بن شنان عبد العزيز بن سالب العبد العزيز بن شنان المريع المركز الثالث المركز الرابع نتابع على رابع المراكز انطلاقت وتقدم مشاهدين الكرام والاختراب أيضا من غبل حمد رغم ستة وعشرين من حضرت بهذه الحظات الوثبة سعيد بن عزيز بن الخزة العامري المركز الخامس هوايل واخر اسم الدوة معرفة كشف التعليق شعار بن نائفة نواب عبد العادي بن ترحيب بن نائفة الشهواني إذن لم يتجدد أي جديد على النداء الأول والثاني من حضور الأسماء وتواجد المنافسة الحاضرة على أرضية ميدان التحدي لنتابع مع مخرج هذا السباق علي بن محمد مشارب حضور الشعارات المتواجدة خلف النداء وخلف الأسماء الخمسة الأولى تابعوا عبر شاشة غنات الريان الفضائية مع الكادر الأسفل قدوم الشعارات وصولها بهذه اللحظات لأيضا حدوث المنافسة المميزة الأخوية الجميلة مع هذا العمر ومع هذه المنافسة الحاضرة والمتواجدة شكرا مشارب على هذا النقل المميز لأيضا يستمتع المتابع والمشاهد خلف شاشة غنات الريان الفضائية والغنوات الناقلة أعود إلى أول المراكز لأتابع الصدارة لأتابع هملولة هملولة على المركز الأول في جولة صباحية تنطلق على القيادة وعلى السيطرة مع المركز الأول محمد مسالة بالعود العامر يقدم لنا شعاره بانطلاقة الصدارة ومع المقدمة المركز الثاني غسطرة حاضرة على ثاني التحديات مقدمة لنا لثارة بانطلاقتها على المركز الثاني تحمل شعر ناصر بن حمد بن زايد من خلفان المنصوري يقدم لنا شعاره لكنه تابع بن شنان المتواجد والمنطلق بشعاره اللي بدأت تتسلل بأذي لحظات المركز الثاني مع انتصاف مسيرة هذا الشوق انغضت أربع كيلو مترات وتبقت مثلها من الكيلوات لحضور أيضاً ظهور النوعيات الجديدة والشعارات الحاضرة والمميزة لنبدأ مع فتح سجلات جديدة بيضاء للمنافسة سرابع المركز الثاني عبد العزيز بن سالب العزيز بن شنان المري الحاضر بشعاره على أرضية هذا الميدان بانطلاقة سرابع المركز الثالث أتابع قسطر على الثالث المركز ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الثلاثة الأسماع الأولى بدأت تلتقي بمنافسة كبيرة مميزة هذه الثلاثة ومثلث الناموس الذي يضم الشعارات الكبيرة الحاضرة بانطلاقة هملولا وقسطر وكذلك سرابع شعار بالشنان وشعار المنصوري وأيضاً شعار بالعود العامري في انطلاق ثلاث جميل المركز الرابع أتابع التقدم من خير اللي وصلت في هذه اللحظات وباللحظات الأخيرة سعيد بن نابة ومحمد بن خيلة العامري وصل بن خيلة ليتخيل طعم الناموس بهذه الانطلاقات على رابع تحديات المركز الخامس التواجد والتقدم بهذه اللحظات من قبل الوثبة لكن أتابع هوايل نواف بن عبدالعدي بن تلحيم بن نايفة الشواني قادم بهذه الانطلاقة على المركز الخامس إذن تدخل في هذا الشوت أو في هذا النداء بتواجد أيضاً انطلاقة هذا الشوت خيرة اللي تدخلت على النداء هذه الضيفة الغاتمة المنطلقة على المركز الرابع إذن المراكز الأولى المراكز الأولى الثلاثة الأولى لم يتجدد عليها أي جديد من تغيير مراكز الثلاثة المراكز الأولى الحاضرة والمتواجدة نترقب قدوم الأسماء قدوم الشعارات دائماً لأيضاً حدوث المنافسة لتحلو المنافسة ليحلو الملتقى مع شعارات أبناء القبائل ما زالت هملولة السلالة الهملولية الحاضرة بالانطلاقات على المركز الأول وعلى الصدارة محمد بسالب الحود العامري يثبت الوجود بالحود بشعاره ومع هملولة القائدة لمجريات الشوت المسيطرة على المركز الأول متربعة بشعارها على المقدمة على الصدارة دعونا نذكر بجائزة هذا الشوت تيوتا لاند كلوزر جي اكسار هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة كهدية لمن ينتزع أول المراكز في هذه الانطلاقة مع تواجد الشعارات الخطيرة المثيرة الباحثة عن السيارة بهذه الانطلاقة المميزة الله الشعارات غاتمة الأسماء واصلة لا محالة بدأت تلتق الأسماء ببعضها البعض والشعارات بالسجلات الحافلة تحضر معنا بهذه الانطلاقة المركز الثاني وتوابع سرابة الله تسربت سرابة تسربت سرابة على المقدمة بانطلاقتها عبد العزيز بن سالم عبد العزيز بن شنان المري يا بن شنان الأمور ما زالت مبكرة بهذا الانطلاق المركز الثالث وتوابع قصطر على المركز الثالث ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري المركز الرابع الوصول والتقدم من خيرة خيرة قادمة بإنجازاتها الكبيرة تحضر مع هذه الانطلاقة سعيد بن نابس محمد بخيرة بالعامري على المركز الرابع المركز الخامس التواجد أيضا والانطلاق من قبل هوايل هوايل تواصل الانطلاق تواصل الأداء المميز نواب عبد العدد من دراحيب النائفة الشواني على المركز الخامس الأسماء والشعارات واصل مع أيضا تجاوزنا للافتة ألف وخمسمائة متر الأمور بدأت تشتط صعوبة ارتبع الدرجة عرارة هذا الشهود ارتبع عمل الصلمس والفني لهذه الانطلاقة بدأت تتقارس الأمتار تحت خف الإبكار بحضور المنافسة في هذا الاختبار والمحق الحقيقي بانطلاقة الشعارات المركز الأول الصدارة هملولة هملولة على القيادة بالانطلاقة لعمحمد بن صالب العوز العامري على المركز الأول عماريا العامري عمار بهذا الأداء الكبير دائما انطلاقة المركز الأول المركز الثاني الله يا سرابة دخلنا أجوال كيلومت الأخير لتبدأ لثارة مع سرابة ومع الأسماء القادمة عبد العزيز بالسالة بن عبد العزيز والشنان المري والمركز الثالث غسطرة خطيرة على ثالث التحديات تتقدم بهذه الحظات ناصر بن حمد بن زايد بن خلفان المصوري المركز الرابع تصل بهذه الانطلاقة الخيرة سعيد بن ناصر بن حمد بن خيرة العامري على المركز الرابع والمركز الخامس عند بن نايفة مع انطلاقة هوايل لوكن الصدورة المقدمة السيارة الله بن شنان بن شنان بن شنان يشن الغارة مع انطلاقة وتوادي الثرابة على المركز الأول لوكن المنصوري قادم المنصوري قادم وهناك خيرة 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 انجازاتي الكبيرة تسمح لها بالعبور إلى المراكز المتقدمة بانطلاقة إلى المركز الثاني عادته أيضاً أو هوايل أو نارك هاملولة لتتحل المنافسة لكن سرابة سرابة خيرة خيرة سرابة اللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة لانتزاع السيارة هذا الشوت خيرة والسيارة الثالثة في رصيدها بانطلاقة على المركز الأول وسلام الهيار سلام لانتزاع خيرة للمقدم والسيارة بهذه الانطلاقة أنت السعيد يا سعيد بهذا أيضاً الحضور المميز لاني سعيد بن ناوز مخيلة العامر على هذا الوزم السعق مركز الثاني سرابة لعبدالله بن سعيد بن سعيد المر المركز الثالث كان الوصول من قبل غسطرة لناصم محمد بن زي الخلفان المركز المركز الرابع وصل تملو لمحمد بن سعيد العود المركز الخامس كان الوصول من الجذابة لعبدالله بن سعيد بن سيف المنصوري نذهب بحضراتكم إلى ملخص شوطنا الذين غضوا قبل غليل لنتابع معكم مشاهدين الكرام التوقيت الزمني للحظة الوصول التوقيت الزمني لحظة الوصول 12 جيجا 36 ثانية 9 عجزة من الثانية تحطم التوقيت الزمني مع خيرة نهني مالك خيرة سعيد بن نابد محمد مخيرة العامري على هذا الفوز المستحق وعلى فوز خيرة وتحطيم التوقيت الزمني المركز الثاني سرابة 13 جيجا 37 ثانية 6 أجزة من الثانية التانية تبريكي العبدالله بن سالب عبدالله بن جنان ما قصر السرابة لا يقول الحق نهني على هذا الفوز المستحق المركز الثالث وصلت قصطرة 12 جيجا 39 ثلاثة أجزة من الثانية نهني ناصر محمد بن زاد بخلفاء المنصوري على هذا الفوز المستحق وعلى حصول أيضا قصطرة على المركز الثالث إذن نهني جميع الفائزين كما أشكر أيضا مخرجات السباق على مفادة ترجمة نانسي قنقر